نواصل معكم مشاهدين عرض الأنباء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب حرص مصر على تعزيز وتنمية التعاون التنائي مع روسيا الاتحادية على كافة الأصعادة جاء ذلك على هامش مشاركته في أعمال المنتدى البرلماني العاشر لدول تجمع بريكس بروسيا حيث التقى جبالي رئيس مجلس النواب الروسي فيتشلاف بولودين مبديا تقديره التام لتنظيم البرلمان الروسي لأعمال المنتدى مع تطلع لمخرجات بناء من المنتدى تسهم في تطوير تعاون البرلماني بين دول تجمع من جانب اهتمن رئيس مجلس الدوم الروسي المشاركة البرلمانية رافعة المستوى لمجلس النواب المصري في أعمال المنتدى البرلماني العاشر لدول تجمع بريكس مؤكدا أن ذلك يعكس العلاقات المتميزة والراسخة بين مصر وروسيا على كافة الأصعادة